شوف اللغة العربية هي استخدام عضو من أعضاء الجسد لتربية النفس والاعتزاز برسالة عظيمة من رسائل الإسلام وهي رسالة اللغة العربية لكن هذا العضو مهم أن نعرف ميزانه عند الله سبحانه وتعالى و عند نبيه صلى الله عليه وسلم يعني في حياتنا جميعا لا بد أن نزن هذا العضو وهو اللسان ميزانه الحقيقي صغير سهل حركته ما تتعب الجسد و مع ذلك أكثر ما يكب الناس على وجوههم يوم القيامة حصائد سنتهم فلهذا العناية مشهدنا لقبل شوي في تذكير لنا و للناس أن هذا العضو مهم لإصار رسالتك هذا العضو مهم لتوضيح مقاصدك من ضمن مهام العضو هذا أن نتعبد الله بالحديث بلغة القرآن ترى مسألة أن نعرف اللغة ما هي مسألة مسألة ترف الذين يتحدثون الفصحة يقرؤون القرآن بإتقان صح هو الأبو عبدالله صحيح و هذا تخصصك لن تجد رجلا يتقن الفصحة إلا وهو يقرأ القرآن بإتقان صحيح و أيضا بعض الأجم ما يعرف شيء باللغة العربية و لكنه يقرأ القرآن بفصاحة بفصاحة إلا أنه تعلمه بشكل صحيح يا رجل هناك أخطاء في القرآن الكريم أخطاء نحن العرب المفروض أن ما نقع فيها أخطاء جلية تغير معنى في مثلا صورة الفاتحة أخطاء بهذا الخطأ كأنه ما أقام الركن يعني ماذا قالو إياك نعبد و إياك نستعين لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد و إياك نستعين إهدنا الصراط إيه إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين ها وشا أنعمت بعض الناس يقرأها أنعمت هذا خطأ لحنجلي أنعمت يا ربي سبحانك و تعالي فاللغة هي رسالة لكن مثل ما قال الكلمة خالدة قالها أبو عبد الله اللغة العربية و الفصحة ليس معناها أنك تتحدث بتفخيم صوت و بلبس معين ما هذا تفعله أو بجلسة معينة حتى عند الأطفال لما يفهمونها أنا أدخل والدي غفر الله له كان في مرات كثيرة و إحنا في السيارة يتعمد يقول لن نتحدث ألا بالفصحة و نتكلم في كل أمور الحياة بالفصحة معه في السيارة ما هذا كان هو الوالد الله يجعل مستقر الفردوس كان يمثل يمثل علينا يقول أنا تخيل أني جايكم من العصور القديمة أنا جايكم و أسأل فيقول ما هذا العمود الذي فيه إضاءات فنجينا حصغار نقول له هذه تسمى إشارة المرور فاستقام اللسان بهالدربة و بهالمودي يستأثر بالحديث تفضروا يعني أنا شوف يعني تأكيد